قد يقتل المواطن اليمني برصص مرة واحدة لكن تأثيرات الحرب تقتله ألف مرة كل يوم فالغلاء والفقر والجوع والتشرد والحرمان مزيج من المآسي تتصدر مشهد الأوضاع الاقتصادية في اليمن الذي يشهد حرب المدمرة كلما طال أمدها يوم أن فإنها تقتص من الأغلبية من المواطنين وتزيد من معاناتهم فالفقر يزحف من كل اتجال يتجاوز معدلات سقف الـ 75% أي 3 أربع السكان ويعني أكثر من 20 مليون يمنيين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال حيث يحتاج أكثر من مليون امرأة ومليوني طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد الذي يصنف بالأسوأ على مستوى العالم ويحتاج أكثر من 10 ملايين إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة يأتي ذا في وقت توقعت دراسة اقتصادية حديثة فقدان العملة اليمنية أكثر من 80% من قيمتها ليتجاوز الدولار سقف الـ 1000 ريال في ظل حرب العملة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثية وتعدد الإدالة النقدية ما يعني ارتفاع أسعى المواد الغذائية الأساسية والتموينية التي يقف أمام الأغلبية من اليمنين عاجزين عن الشراء حتى لأبصد السلع في ظل تدهور أوضاع من معيشية الناجمة عن استمرار الحرب وانعدام مصادر الدخل وارتفاع نسبة البطالة وانقطاع مرتبات أغلبية الموظفين الحكومين منذ أكثر من أربع سنوات ويصف مراقبون الوضع الإنساني في اليمن بالهاش للغاية وأي اضطراب في الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والوقود والأدوية يمكن أن يجعل ملايين الناس أقرب إلى الجوع والموت المراقبون يأملون أن تتنبه أضراف الصراع إلى هذا الوضع الإنساني المتدهور والاتجاه صوب إيقاف الحرب وتحقيق السلام وإعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر